السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم من جديد أعزائتنا الطلبة ونتمنى بأنكم متابعين معنا في مختلف المواد التعليمية اللي قاعدة تعرض لكم في هذا التصوير تلفزيوني والبث المخصص لخدمتكم درسنا اليوم في مقرر فيز واحد أو فيز مية واثنين الخاص في التعليم الثانوي وهو نفس مقرر فيز 812 للتعليم الفني والمهني موجه لطلاب الأول الثانوي وطلاب الثاني الثانوي في التعليم الفني والمهني ونتابع في مادة الفصل الثالث ودرسنا اليوم سيكون مخصص بدراسة الحركة بتسارع منتظم أو بمعنى آخر معادلات الحركة بتسارع منتظم في درسنا اليوم راح نتعرض إلى أهداف نسعى لتحقيقها أنا وإنتم وبتعاونكم معانا إن شاء الله بحيث نعرض معادلات الحركة بالتسارع المنتظم ونقوم بالربط فيما بين المتغيرات الواردة في هذه المعادلات وهي السرعة المتجهة والتسارع والزمن والمسافة هذه المعادلات تربط بين أربع متغيرات ومن ثم نعمل على تطبيق هذه القوانين ونشوف طريقة حل المسائل باستخدامها بداية بنتعرف من كتابكم وارد توضيح لمعادلات الحركة الثلاث وهذه المعادلات أنتوا الآن في أول ثانوي راح تكرر معاكم في ثاني ثانوي وتكرر معاكم في توجيهه وفي الجامعة لأنها أساس من علم الفيزياء هذه المعادلات التي أرجوه من الجميع لازم نحفظهم وتحفظهم بالنسخ اكتب مرة ثانتين ثلاث بتحفظهم ثلاث معادلات بس المعادلة الأولى تجد أنها بتعطي علاقة ما بين الزمن والسرعة النهائية والتسارع هذه المعادلة الأولى وصيغتها الرياضية في أف تساول في آي بلاس اي في تي لاحظ أن المسافة غير واردة في هذه المعادلة الأولى ما في مسافة عندنا المعادلة الثانية بتربط علاقة التسارع مع المسافة والزمن وفي المعادلة هذه تجد السرعة النهائية غير موجودة وبالتالي ما باستخدم ذي المعادلة للبحث عن الفاينال فيلوسيتي أو السرعة الفي فاينال المعادلة الثالثة انتبه بأنها تربط ما بين السرعة النهائية والابتدائية والتسارع والمسافة شو العنصر المفقود في ذي المعادلة الثالثة تجد أن الزمن لا يظهر في هذه المعادلة الثالثة لأنها تربط تسارع سرعة ابتدائية ومسافة لذلك كخطوة أولى تعرفنا على هذه المعادلات الثلاث ونحفظهم وأعيد ضرورة أني أحفظهم لأجل أني أكتبهم أمامي في حل أي مسألة أي مسألة تختص بعلم الحركة باكتب المعادلات الثلاثة أمامي وبدربكم طريقة استخدامها اللي أرجو من فهمك لهذا الموضوع بعد ما أنا حفظت السيغة الرياضية لمعادلات الحركة في أمور تختص بتحليلك للسؤال بطريقة صحيحة فأنت إذا قرأت بنص السؤال أن الجسم تحرك من السكون VI اللي تمثل السرعة الابتدائية في هذه الحالة تكون بقيمة صف لأن الجسم اللي معانا جسم ساكن هذا من خلال أنت فهمك للسؤال الوارد المعلومة فيه الفي الفاينل ترمز مثل ما يعرف الجميع تعودت الآن عليها VF تعني سرعة نهائية لكن اللي أبيك تنتبه عليه إذا نص السؤال ذكر وقال لي ترى توقف الجسم بعد عشر سكند بعد ثماني سكند مدام يا بطاري توقف الجسم فهذا يعني أن السرعة أصبحت صاف فلأن الجسم متوقف الرمز أي مثل ما أنتو كخبراء صرت في التسارع أي يدل على التسارع واللي أرجوك تنتبه عليه بأنه إذا كان معاي سرعة موجبة وهذا شرحناه في الحصة الماضية إذا سرعة بالاتجاه الموجب تناقصت هذا يعني لتباطئ ويدل أن التسارع بالاتجاه السالب وهذه نقطة ننتبه عليها لأنه تفرج إشارة التسارع في تعويض المعادلات فمتى نضع التسارع سالب إذا كانت السرعة الموجبة تتباطئ تي طبعا كرمز متعارف على يدول على الزمن ودي سنستخدمها للإشارة للمسافة المقطوعة النقاط هذه اللي أنا ذكرتها وشرحتها لكم عن المتغيرات الواردة في معادلاتي مهمة عند تعاملنا مع المسائل المتعلقة في الحركة بتسارع منتظم يعني معنى تسارع منتظم يعني تسارع بقيمة ثابتة تسارع جسم خمسة متر برسيكان سكوير خلص ثابتة على هذه القيمة فلذلك سمينا تسارع منتظم ولذلك في قراءتك للسؤال الجزء المهم تحدد المعلومات المتوفرة معانا واللي نسميها معطيات ثم تحدد أنت المطلوب شو المطلوب في السؤال البحث عنه وبعد ذلك أستبعد المعادلات اللي بتفشل في حل السؤال وبختار المعادلة المناسبة للحل يعني أسميها المعادلة اللي تنجح وفي باقي معادلات بتفشل حق هذا السؤال أو هذا المطلوب لذلك هذه تعليمات مهمة أرجوكم تنتبهوا لها عند تعاملكم مع حل المسائل وأرجوك تفكر بذكاء علم الفيزياء هو علم تفكير شلون أفكر لاحظ معاي في التدريب الأول لتوضيح فكرة استخدام هذه المعادلات اللي شرحتها مني شوي سؤالي مذكور لنا عن سيارة تتحرك من السكون أول ما شفت سكون بس تنتج ترى الاستاذ قال الجسم الساكن السرعة الابتدائية يعني صفر إذن الفيئة توفرت معنا هذه طريقة أنا في تحليل السؤال لازم أحلل السؤال بطريقة صحيحة وقال لي سؤالي أن ذي السيارة تحركها بتسارع منتظم مقداره مثابت يعني التسارع موجود معاي نشوف الآن شو المطالب في سؤالي أولاً قال لي أوجد سرعة السيارة بعد خمس دقائق انتبه أرجوك الدقيقة أو المنت وهنا وحدة التسارع المعتمدة في الزمن عندي ساكن فما يصلح نربط ساكن لذلك إجرائي الأول في تفكيري الذهني يجب أنه تتوائم وحدات الزمن ولذلك في دراستنا لهذه المسألة عن حركة السيارة اللي أمامنا أنتبه بالنقطة اللي ذكرتها مني شوي أول استنتاج أنه في آي أصبحت متوفرة معانا الآن بعد ما أنا حللت معطيات السؤال وما يتوفر لدي من معطيات وما هو مطلوب مني البحث عنه بكتب معادلات الحركة الثلاث ولذلك أنا ذكرت في بداية حديثي مهم جداً أبنائي الطلبة تحفظ المعادلات الثلاث لما بكتب معادلاتي الثلاث وبشوف الجزء الأول مطلوب السرعة بعد خمس دقائق يعني مطلوب مني في فاينل سرعة جديدة لاحظ في ذي المعادلات ترى هذه المعادلة فاشلة لسبب بسيط جداً أصل المعادلة ما فيها في فاينل فبس تبعد المعادلة لأنه من غالبية الأسئلة واستفسارات الطلبة الأعزاء استاذ أنا توهق ما رأي معادلة بحل عليها هو ما في والله السؤال هذا مخصص ما بتنحفظ السال فحفظ أنت بتفهم شنو المتوفر وشنو المعادلة اللي تنجح واللي تفشل لاحظ المعادلة الثالثة صحيح فيها في فاينل ولكن هي معادلة فاشلة ليش؟ لأنه تحتاج في آي أوكي عندي في آي تحتاج تسارع أوكي عندي تسارع بس تحتاج مسافة سونا ما عندي مسافة بسؤالي فإذن المعادلة اللي تنجح بقي لدي خيار المعادلة الأولى وبالتالي هذه طريقة التفكير في إجراءاتي لحل السؤال وعندما أبتدي في حل السؤال جزئية الزمن اللي نبهتكم عليها بأن وحدة الدقائق لا تتناسب مع وحدة التسارع فببتدي أحول الزمن وتحويل الزمن اللي معاي يتم عن طريق ضرب الدقائق في ستين لأنه كل دقيقة ستين ساكن دقيقتين ستين في اثنين ثلاث دقائق ثلاث في ستين هنا خمس دقائق يعني خمسة في ستين ويكون ناتج الزمن بثواني ثلاثمائة ساكن الخطوة اللي بعدها أختار المعادلة الناجحة معاي هذه معادلتي اللي احنا اتفقنا بالإجماع إجماعي أنا وإنتو طبعا كمشاهدين ومتابعين أعزائي طالبة ومفترضينكم وموافقين الرأي أن هذه المعادلة الناجحة في حل السؤال فبطبق معادلتي وبعوض لاحظ في فان المجهولة الفي آي بكنسلها من المعادلة صف لأن اتفاقنا الجسم بدأ من السكون خلص في آي باختصرها من معادلة خير شرط لأنها لا يوجد لها أي قيمة بعوض الآن التسارع اي بقيمة الاي والتايم بالقيمة اللي أنا حوالتها ثلاثمائة سكند فيكون إجابة السؤال الأول أن السرعة النهائية الفي الفاينال اللي وصلنا إليها تساوي ستين متر أنا الآن وصلت إلى المطلوب الأول وأنجزت ما هو مطلوب إنجازه في المطلوب الثاني الآن في نفس المثال اللي أنا بتكلم عليه عندي مطلوب إيجاد المسافة المقطوعة وإحنا عارفين المسافة رامزها دي هذه المسافة المقطوعة التي تقطعها السيارة حتى تصبح سرعاتها الجديدة يعني معطينا الفي الفاينال لما تصبح سرعتها سبعين متر برسكند كام تكون المسافة اللي مشتها السيارة هذا المطلوب عندي في الفرع الثاني نفس ما طبقت في الفرع الأول برجع لمعادلاتي المعادلة الأولى أتوقع أنكم موافقين إنها فاشلة ليش لأن المطلوب مني مسافة دي هذه دي هي المطلوبة طيب وين دي في المعادلة الأولى ما عندنا ما في مسافة في المعادلة الأولى فتعتبر معادلة فاشلة الآن المعادلات المتبقية معانا هذه المعادلة بتنجح وذي المعادلة بتنجح أي معادلة فيهم أوكي تجد في حالتنا هذه المعادلة لأنه تحتوي في فاينل هنا ما بتنجح لأنه تحتاج زمن وأنا في هذا الفرع الثاني ما عندي معلومة كم زمن انتبه لا تروح تعوض لخمس دقائق وثلاثمائة سكند هذه ثلاثمائة سكند خاصة فقط في الفرع الأول لكن أنا ما أدري لما كانت سرعتها سبعين كم خذت وقت ولهذا بكون اخترت عندي المعادلة اللي بتنجح في حل السؤال أما هذه المعادلات ذكرت بأنها مع أنه هذا بيجي يقولك طب استاذ فيدي عندي هنا صحيح فيها مسافة موجودة بالمعادلة ولكن انتبه بتحتاج تايم وهذا تايم غير موجود في معطيات الفرع الثاني ولهذا بنبدأ باختيار المعادلة المناسبة للحل اخترنا معادلاتنا وهذه المعادلة هي اللي مذكورة أمامي هنا وانتبه بأنه تربيع من معادلة خير شر ليش لأني أدري أن الجسم بدأ الحركة من السكون وبالتالي تساوي صفر فلا بقاء لها في معادلتي تكينا من نطبق الآن الاثنين هذه مالة القانون التسارع 0.2 لأنه معطي نياس المسألة و الترك هذه مجهولة هي اللي قعد لدور عليها D الفي الفاينل قيمتها 70 بحط 70 ولا تنسوا التربيع في إجراءات اللي بغت رياضيات بس هنا انتهى دور الفيزيكس اخترنا بالفيزي المعادلة المناسبة الباقي هي إجراءات رياضية حسابات وبالكالكوليتر بالآلة الحاسبة تجد بأنه ذي المسافة D رح تساوي 70 تربيع قسمة 2 في بوينت 2 يعني بوينت 4 فلما تقسم 70 تربيع على ال بوينت 4 بتوصل إلى أن المسافة المقطوعة 12 الف ومئتين وخمسين متر تشذي أنجزت المطلوب مني في المطلوب الثالث الثاني آسف الآن في الجزء الثالث من سؤالي وش طلب مني سؤالنا ونفهم ونحلل السؤال بطريقة صحيحة قول لي أبمنك توجد لي الزمن اللازم للسيارة من أجل أن تقطع مسافة 90 متر إذن أعطاني distance d موجود المسافة المقطوعة مطلوب مني time t هذا المطلوب في سؤالي الآن الآن بفكر بفكر بسؤالي وبروح لمعادلاتي يبون أو جد زمن انتبه لو سماحت شلون طريقة التفكير عشان تكون يعني لك خبرة في الحل هنا الأولى فيها time ترى فيها زمن ولكن هذه معادلة فاشلة فكر ليش طيب المعادلة الأولى فاشلة ولا تصلح لحساب الزمن مع أنها تحتوي على الرمز تي موجود time في المعادلة الأولى فاشلة لأنه هذه عشان طلع الزمن بحتاج تسارع أوكي مع أنا تسارع ال vi اوكي مع أنا صف بس مشكلتي أنا مارع في فاينل عقب 90 متر جم وصل في فاينل للسرعة ما ندري عن في فاينل خير شر المعادلة الثالثة فاشلة لأنه مباشرة طالع المعادلة بكبرها ما فيها time خير شر غير واردة في المعادلة ولذلك كاختيار ذكي لك كطالب ذكي و متمرس بحل مسألة الفيزياء بتختار المعادلة الخاصة ب حساب دي اف و دي اي و في اي تي طبعا دي اي في رمز المعادلة تمثل الموقع الابتدائي وغالبية اسئلتنا بتعتبر الموقع الابتدائي ان الجسم بدأ الحركة من نقطة الاصل وبالتالي هذه دي اي لانه بدأ من نقطة الاصل تعتبر صفر هذه في اي صفر وال time زي انا دور على التان مجهول بس الصفر في تي يساوي صفر صفر بمليون يساوي صفر صفر في اي شيء يساوي صفر فيلغى الحد الثاني من معادلتي ايضا لانه في اي زيرو وشي يبقى في معادلتي انه دي المسافة المقطوعة نص اي في تي تربيع وهذا اللي نشوف احنا في تعويض معادلاتنا اللي تشوف امامكم باني اخترت معادلتي بعد اختيار المعادلة وخطوة تحديد معادلة الحل بنبدأ بالتعويض انا في التعويض ذكرت لكم دي اي بنكنسل لانه بدأ من نقطة الاصل لانه السؤال مقال اللي بدأت السيارة الحركة على بعد خمسين متر من المنزل او على بعد سبعين متر من المدرسة ما حدد نقطة بداية هنا الفي اي الصفر ايضا يتبقى لنا نص في اي في تي تربيع هذه نص مالة القانون هذه الاي بونت تو وتي تربيع هي المجهول والمسافة المقطوعة تسعين عطانيها سؤالي ثم نكمل اجراءات الحسابات الرياضية وبالتالي نتوصل ان تسعين اللي بقيت عندي بس تسعين نص في بونت تو في تي تربيع وانتبه لان معادلة تربيعية ستجد بانه هذه تي تربيع كخبرتك في الرياضيات بتقسم تسعين على ناتج ضرب النص في بونت تو هذه تي تربيع تساوي تسعين قسمة النص في بونت تو هذا بكبر هتطلع قيمتها زيرو بونت وان زي لما بقسم تسعين على بونت وان بيعطيني الجواب تسعم تسعم فتي تربيع تسعم بس انا اوبي تي زي اش اصوي عشان اطلع تي رياضيات باخذ الجذر هنا والجذر هناك اذا خذينا جذر تي تربيع صارت عندنا تي وجذر تسعم ثلاثين والوحدة سكند لاني قعد ادور على زمن والمطلوب مني حساب زمن ارجو بان كانت خطوات الحل واضحة في هذا التدريب الاول واللي اتمنى من ابنائي الطلبة اذا فيكو احد سجل الحلقة او اذا حد بيرجع يتابع البث المسائي او اليوتيوب اترك الحل وقف العرض وحل انت وقارن حلك مع اجابة السؤال لاجل تزيد خبرتك في التعامل مع هذه المسائل الخاصة بمعادلات الحركة في مثال ثاني اخترنا لكم من الكتاب هذا سؤال في كتابكم بصفحة 75 وانا تعمدت اوضع الصورة نفس ما هي موجودة في كتابك لاجل انه نتعود دائما على ارتباطنا بالمنهج سؤال 17 في صفحة 75 يوضح لي عن حركة متزلج على لوح تزلج بسرعة منتظمة اذا هذا المتزلج قاعد يمشي بسرعة ثابتة ثابتة اذا مخك تنتج معناته يا استاذ تسارع صفر لان السرعة ثابتة ما قاعدة تتغير فعلا الحركة في بدايته كانت بسرعة منتظمة وتسارع الصفر ثم بدأ هذا المتزلج صعود مستوى مائل بدأ يصعد جبل ولذلك اثناء صعود الجبل سيتم تباطئ للحركة واعطاني معلومة السؤال ان تباطئ الحركة بتسارع منتظم قيمة 0.2 متر على سكان تربيع انتبه ارجوك التسارع اللي اعطاني اياه 0.2 زين شنو بتضيف انت كشخص عندك تفكير صحيح وفاهم الفيزياء صح شنو بتضيف من عندك انت اضافة لهذه المعطيات اللي بسؤالي صحيح تفكيرك صحيح بتقول انه اضيف اشارة سالبة لانه الاستاذ قل لان الحركة في حالة تباطئ ولذلك الكتاب ما حطالي سالبة بس عبر عنها لفظيا بالكلام قال تباطئ انا بترجمها رياضيا كاشارة سالبة ولذلك الان المطلوب بسؤالي ما الزمن الذي يستغرقه المتزلج في صعود المستوى المائل يعني من كان ماشي بسرعة ثابتة وعقوب بدي يصعد الجو زين كام خذ وقت على ما وصل هاي القمة جام خذالة تايم انا اجتهدت باسلوب عشان اوضح السيناريو اكثر لكم هو السؤال في الكتاب كان لفظي بالشكل المعروض امامكم ولكن حاولت يعني قدر استطاعتي امثل هذا السؤال بنموذج الجسيم النقطي لاجل انه الفكرة توصل بشكل اوضح لكم وانتبه في نموذج الجسيم النقطي اللي امامنا الجسم كان في البداية ماشي بسرعة منتظمة وتلاحظ هنا لنموذج نقطه نقاط نفس المسافات وبالتالي في هذه الفترة سرعة الجسم اللي كان ماشي عليها لين ما وصل بداية المرتفع كانت السرعة بقيمة 1.75 هذه السرعة اللي كان ماشي عليها الجسم الان بدأ يصعد اثناء الصعود بتلاحظ لو رسمت متجهات السرعة كل ما صعدنا فوق متجه السرعة قاعد يقل متجه السرعة قاعد يقل يقل ويلين ما ينتهي الصعود طيب متين ينتهي الصعود المتزلج ويوقف عن الصعود اذا اصبحت سرعته صفر ولذلك ترى انتبه السؤال ما قال لي ترى سرعته في الاخر صفر لا السؤال ذكر لي عند انتهاء الصعود انا تلقائيا بفهم ان الصعود انتهى عندما توقف في الجسم لو ظلم تحرك حتى يصعد ازيد بس هو توقف عن الصعود بسبب ان سرعته اصبحت صفر وهذا انا ذكرت انه عند انتهاء الصعود سيتوقف الجسم طيب توقف الجسم ذكرت لكم في اول درسنا اليوم ما دام السؤال ذكر توقف للجسم استنتج بانه الفي تساوي صفر هذا اللي سويت الان هو تحليل لمعطيات السؤال واضيف لكم على هذا الرسم ان تسارع الجسم اللي امامي وحسب معطيات سؤالي سيكون تسارع سالب ليش تسارع سالب لانه صار حالة تباطئ في الحركة وبالتالي هذا اللي خليني اسهل على نفسي فهم القصة وسجل الاي بقيمة سالبة لحظ هو القيمة اللي عطوه نموج بونت بس انا على حسابي بضيف السالب انا على حسابي بضيف السالب لاني قررت بان الحركة في حالة تباطئ ولذلك بنكتب معادلات الحركة مثل ما سويت في السؤال السابق لاجل اني احدد اي قانون يناسب حل السؤال انا اردى سؤالي مطلوب من عندي زمن يعني المجهول عندي تايم تي لذلك اول معادلة بس تبعدها هاي المعادلة لاحظ ما فيها تايم خلاص هاي شلناها بقع عندي الان تفكير مشغول بين معادلتين الاولى والثانية المعادلة الثانية فيها تايم صحيح وهذا التايم بيحتاج الى تسارع التسارع موجود عندي حق صعود المرتفع الان الفي اي موجودة حق تسارع بداية صعود المرتفع بس المشكلة عندي اذا انا ما ادرك من المسافة اللي قطعها الجسم اثناء الصعود لانه هذا الديستنس مفقودة اذا معادلة فاشلة ولا تعتمد لحل السؤال ولهذا بتكون انت كطالب مفكر ولك خبرة صرت في تعامل تعاملنا مع التسارع وتاخذ انت قرار بالمعادلة الاولى هي المعادلة اللي بتنجح في حل السؤال لذلك باختار معادلتي وببدأ التعويض انا ما دام انه توقف في النهاية اذا البيت فاينال صفر السرعة الابتدائية 1.75 الاي بعوضها بقيمتها السالبة لا تنسى والتايم مجهول عندي انتهى دور الفيزياء والبقى على خبرتكم في الرياضيات معادلة بمجهول واحد بحول الماينس 0.2 تي كاجراء الرياضيات قاعدة اتكلم بحولها الصوب الثاني بتصير شرطها موجبة وال1.75 تمت بمكانة زينا انا بالتايم فبقسم على اللي مع التايم 0.2 وبقسم على 0.2 الطرفين وبالتالي نجد ان الزمن المحسوب 8.75 هذه كانت اجابتنا للتدريب الثاني واللي ارجوكم مرة ثانية تحاول حل السؤال لوحدك عند اعادة البث او عند تحميلك الحلقة من القناة الخاصة بوزارة التربية او قناة اليوتيوب لتلفزيون البحرين ودرب نفسك حل اغطئ مو مشكلة مو مشكلة خطأنا بعلمنا وقارن اجابتك مع اجابة الموجودة امامك التدريب الاخير لاني انا ما اتعبكم واطول عليكم اكثر هذا التدريب الاخير اللي باعرض لكم فيه سؤال صراحة يعني مشابه لمثال في كتابكم هو في كتاب المية واثنين فيه سؤال عن شخص يقود سيارة ومن ثم استغرق وقت في الاستجابة ثم يستخدم الفرامل لايقاف السيارة هذا سؤال مطابق لنفس الفكرة بس انا خليت السؤال على شكل منحنة سرعة وزمن علشان اكسب معلومة جديدة من خلال استخدام منحنة السرعة والزمن ذكرت في سؤالي ان الرسم البياني يدرس علاقة منحنة السرعة والزمن عند مشاهدة سائق سيارة للطفل يعبر الشارع وعند لحظة مشاهدة الطفل الى ما في نهاية الامر السيارة توقفت ادرس الرسم واجب عما يلي اولا ما هي سرعة السائق اول ما شاهد الطفل فبشوف الرسم البياني السرعة الابتدائية اول ما بدأ عند لحظة المشاهدة لقينا سرعة عملاتنا 24 متر بر سكنت هذه الوحدة وبالتالي في اجابتي من الرسم البياني مباشرة بسجل وشه السرعة الابتدائية المطلوب الثاني بسؤالي ما هو زمن الاستجابة للسائق او اللي نسميحنا thinking time زمن التفكير او زمن الاستجابة هو الزمن اللي يستغرق السائق بحساب ماذا عليه ان يفعل في هذه الظروف قد يكون في السيارة البريك غير صالح ممكن ان المسافة مع الطفل ما تسمح يوقف يروح يدعم في طوف اسهل يدعم هذه الاجراءات في ذهن السائق تحدث في جزء من الثانية زمن التفكير السيارة ما بتنطر على السائق يفكر وتقعد السيارة ماشية ما زالت بنفس سرعتها ولذلك هنا تجد بان الرسم البياني السرعة تم تثاب 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 واثناء ثبات السرعة السائق قاعد يفكر شو يسوي فزمن تفكير السائق الين ما بدأ التباطؤ هذا الزمن المستغرق من الرسم البياني اللي أمامي هو بمقدار 0.4 ساكند هذا من الرسم البياني بس تنتج بس اللي يابيك تنتبه انه زمن التفكير هو زمن ثبات السرعة لانه السيارة مواصلة على نفس سرعتها طيب زمن فرملت السائق أو البياني زمن استخدام البياني هو زمن من لحظة بدء التباطؤ إلى نهاية التوقف ولذلك بدأ يتباطئ السائق من عند زمن 0.4 هذه تي اي ومن ثم من ثم واصل السائق تباطؤ 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 الين لاحظ هنا السرعة كم وصلت صف يعني توقف إذن هذا زمن تي اف ولذلك سيكون الفترة من التي اي إلى تي اف هي فترة الفرمله ورح يكون حساب الدلتا تي مثل ما تعلمت بالوحدة الثانية إنها تساوي تي فاينال ناقص تي اي يعني 1.6 ناقص 0.4 وتطلع لنا بإنه زمن الفرمله هو 1.2 ساكن إذن كإجراء سوينا حساباتنا لزمن الفرمله من خلال الرسم البياني بمقارنة تي فاينال مع تي انيشيال وسجلت إجابتي بأن هذا الزمن 1.2 الجزء الرابع والأخير في سؤاله يقول لي بأنه إذا كان الطفل اللي شافه السائق بعيد عن السيارة من لحظة المشاهدة مسافة 28 متر هذا الطفل المسكين ياي على مسافة 28 متر من السيارة منذ لحظة المشاهدة هل السائق سيصطدم بالطفل أم لا علشان أحدد أنه يصطدم أم لا يبيلي أحسب المسافة اللازمة للتوقف طيب مسافة التوقف تجد بأنه السائق بيقطع المسافة على مرحلتين المسافة المقطوعة اللي بالمرحلة الأولى هذه سميتها D1 وهي مسافة كان فيها السائق متحرك بسرعة منتظمة ومدتها الزمنية من الرسم البيان استنتجناها 0.4 هذه فترة التفكير وتحرك بتسارع صوف لأنه سرعة منتظمة هذا الجزء الأول للمسافة المقطوعة في الفترة الأولى بعد ذلك نجد بأن المسافة الأولى اللي قطعها السائق أثناءه قاعد يفكر تساوي السرعة ضرب الزمن سرعة السائق 24 واخذناها احنا من الرسم البياني وزمن الاستجابة كان 0.4 إذن أثناءه قاعد يفكر قطع هذه المسافة هذه المسافة مش هاوه قاعد يفكر اش بيسوي السائق الآن في الجزئية الأخرى هنا في مسافة أخرى قطعت سميتها أنا دي تو وتمثل حال التباطئ لأنه بدأ يستخدم بريك وبالرسم البياني واضح التباطئ معانا هنا ميل سالب يعني تسارع سالب بابتدي بحساب التسارع نفس القانون اللي تعلمناه في الحصة الماضية أن التسارع هو تغير السرعة على تغير الزمن وجدنا بتعويض البي اف وفي ايوتي اف بس تخدم أنا معادلات الحركة اللي تعودنا نتعامل معاهم ونشوف هذه المعادلات اللي أنا سجلتها لكم أي معادلة بتنجح تحسب لنا المسافة المقطوعة في الفترة الثانية فكان اختيارنا المناسب هو لمعادلة D زائد الفي في تي مع نص اي تي تربيع لأنه الاي موجودة وننتبه في هذه الفترة الزمن اللي احنا تباطعنا فيه اردي حسبنا زمن الفرامل تأونا مشوي بنا 1.6 ناقص ال 0.4 فحسبنا دي تو من المعادلة وتعويض في رياضياتنا اردي الدي اي تكنسلت البي اي ما تكنسلت لأنها مو بصفر البي اي كانت 24 ولهذا سنجد بانه هذه الفي اي خذناها في زمن التباطع عقب نص في التسارع وانتبه انه التسارع سالب 20 يجب وضع الاشارة في التايم والتايم نسوي له تربيع فنجد ان المسافة المقطوعة في هذه الفترة كانت و 14.4 متر هذا المسافة اللي في الفترة الثانية طب المسافة التوقف كاملة هذه هي الدي الكلية على بعد 28 متر اذا سيتوقف السائق ويحتاج 24 متر اذا بيمدي السائق الحمد لله رب العالمين يوقف قبل ما يوصل الى موقع الطف وارجوك تنتبه وتربط اللي قاعد اتكلم فيه مع الحصة الماضية انا ذكرت بانه ما دام عندي منحنة سرعة وزمن انا اقدر ايب الازاحة المقطوعة ترى بدون معادلات وعلمتكم على هذه القصة من خلال وجود حل بديل هذا الحل البديل ذكرت ان مساحة تحت المنحنة تمثل فعليا الازاحة المقطوعة من هذا السائق وبالتالي اذا شفت في رسمتنا البيانية اللي امامكم اذا بغيت تدور على الازاحة المقطوعة اثناء حرقة السائق هذا السائق في هذه الحركة كان متحرك بسرعة ثابتة ثم بدأ يتباطئ الى ما توقف اذا المسافة المطلوبة للتوقف هي من بداية الحركة الى نهايتها فبضلل على كامل الاريا under the curve نضلل المساحة تحت المنحنة ولأجل اسهل على نفسي العملية بقسم هذه المساحة الى جزئين هذا الجزء الاول سميتها A1 والجزء الثاني بسميه area 2 هذا الشكل اللي امامك رباعي والشكل الرباعي مساحته طول في العرض الشكل الاريا الثانية مثلث مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع ولهذا اذا طبقت المبدأ بان الازاحة تساوي area 1 زائد الاريا 2 المساحة الاولى رباعي طول في عرض هنا المسافة 0.4 والطول هنا 24 ضربناهم اعطوني 9.6 هنا مثلث نص في القاعدة انتبه بس لا تجد تحط القاعدة 1.6 ارجوك انتبه القاعدة هي من هنا من 0.4 الى 1.6 وتعادل 1.2 اذا نصف القاعدة في الارتفاع هذا ارتفاع المثلث مالي الى 24 وتطلع المسافة او اللزاح اللازمة 24 متر نفس هذه الاجابة اذا لاحظ حلينا بطريقة مختلفة واستنتجنا في نهاياتها ان السائق لا يصطدم بالطفل ليش؟ لان مسافة التوقف اقل من المسافة الفاصلة بين الطفل والسائق واتمنى في نهاية درسنا لليوم ان يكون الجميع استفاد واستمتع بعد مو بس استفاد لانه ترى لذيذة الفيزياء اذا تعاملت معها بمحبة حبوا مادتكم حبوا المواد اللي قاعدة تعرض لكم ربي وافق الجميع ونلتقي ان شاء الله في حلقات قادمة السلام عليكم ورحمة الله شكرا